بسم الله الرحمن الرحيم طالبات الحبيبات طالبات الصف الخامس الابتدائي مدارس عنزة الاهلية المسار المصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أستاذ أهلا الشلاو ومدرسة العلوم أهلا بكم حبيباتي هنكمل درسنا إن شاء الله عن الضوء وإحنا كنا خدنا قبل كده إن الضوء هو الطفل المرئي وقلنا إنه هو الطائقة التي يمكن رؤيتها وقلنا عرفنا مصادره مصادر طبيعية وصناعية وعرفنا إن الشمس ينمصدر الأساسي للضوء ويخدنا خصائص الضوء وخدنا أقول حخصية إن الضوء يرسير في خطوط مستقيمة وقلنا من خلالها أو عرفنا أو استنتجنا إنه بيانتج عن ذلك ظاهرة الظل وظاهرة التكون للصور خلال السقوبة الضيقة بتكون الصورة مقلوبة ومصغيرة إن شاء الله النهاردة هناخد الخاصية اللي بعد كده اللي هي خاصية نفازية الضوء خلال المواد المختلفة يعني إيه يا بنيات؟ يعني دلوقتي يعني لو في غرفة مغلقة وقفل الستاير وقفل البواب وقفل النور هبصة لقي الدنيا ظلمة خالص مش هشوف أي حاجة ليه؟ لأن الضوء اللي برا ما تخليش ليه؟ لأن الجدار اللي هو آآ بتاع الغرفة ده هوات يعتبر جسمه معتم يعني ايه؟ يعني لا يسمح بنفس الضوء خلاله لو أنا فتحت الستارة وسبت الشباج بتاعي المقفول حتى الإزاز بتاعه هبصة لقي يبدأ يدخل الضوء خلال الشباج بس مش هيبقى يدخل كل الضوء ليه؟ لأن الزجاج بتاع الغرفة بتاعي بيكون زجاج مصنفر الزجاج المصنفر ده هو بيسمح بنفس جزء من الضوء ولا بيسمح بالباقي فبنسمي الزجاج ده هوات زجاج شب آآ شفاف أما لو عندي مثلا الزجاج الشفاف خالص ده هوات اللي هو بيبقى كأنه هوة وزي البلاستيك الشفاف جدا ده بيسمح بنفس كل الضوء وبنسميه آآ جسم شفاف هنشوف الكلام ده هوات وهذه المواد المختلفة من خلال الترجربة اللي احنا هنعمل لو جبت انا صورة اي صورة عندي لهيات لوحة من اي حتة صورة بطبة واضحة وجبت لوح من الزجاج اللي هو الشفاف خالص ولوح من الزجاج المصنفر اللي هو بيبقى مخربج ده بنصنع منه الزجاج الشبابي ولوح من الكرتون وجدت حتى اللوح الاولاني هبصة لقيه هشوف الصورة من خلاله الزجاج المصنفر هشوف الصورة بس مش هتكون واضحة قوي اما لوحة الكرتون فانا مش هشوف الصورة خالص ومن خلال هذه اللي هي المشاهدة استنتجنا ان الاجسام حسب نفيزياتها للضوء تلت انواع من المواد بتكون اجسام شفافة زي اللي هو اللوح الاولاني الزجاج اللي هو الشفاف جدا فبيسمح بنفاذ الضوء كله من خلاله وبنسميه مادة شفافة المادة النصف شفافة زي الزجاج المصنفر اللي هو بيبقى مخربش ده ده بيكون بيسمح بنفاذ جزء او بعض من الضوء وبالتالي يمكن رؤية الاشياء من خلفها ولكنها بتكون اقل وضوح تلت نوع اللي هو اللوح الكرتون او الخشب ده بتكون المادة المعتمة لا تسمح بنفاذ الضوء كله وبالتالي لا يمكن اراء الاشياء من خلاله خلاص طيب لو جاء قالك المادة شفافة ليه لانها بتسمح بنفاذ الضوء من خلاله ويمكن رؤية الضوء بوضوح يعني يمكن رؤية الارسام من خلاله لو قالك اي مادة ليه مادة هي المادة معتمة الخشب الجسم الحجر اي حاجة لانها لا تسمح بنفاذ الضوء ولا يمكن رؤية الارسام من خلاله طيب لو جاءنا نشوف مثلا المقارنة بين المواد المختلفة من حيث نفاذيت الضوء لو انا جبت شفت التجربة دهية جبت كشاف كمصدر للضوء وجيت جايبة جسمه معتمة وحتى قدام الاشعة بتاع الكشاف وجيت جاية هبصة الاقي لو جيتنا هو تحطيت لوح ورق ابيض عشان يستقبل ظل احنا متفقين يا بنات انه بيتكون فيه ظل للاجسام المعتمة دهية هبصة لو حطيت هنا لوح ورق من اللوح ورق ابيض هبصة لقيت تكون ظل لهذا الجسم المعتم المادة دي مثلا كمترية او غفية اي او حاج هبصة لقيت صورتها تكونت على لوح الخشب الابيض او لوح الورق الابيض طيب لو انا جيت جاية بين الكشاف كمصدر للضوء وبين الجسم المعتم دهو حطيت ورقة من الزجاز الشفات هل هيتكون لبرضو ظل زي ما ها بتكون جده ايوة لا بصة الاقي ان في حالة الزجاز الشفاف هيتكون ظل ويتكون مواضح جدا زي المرة الاولاني طب لو جبت بدل اللوح الشفاف ده هو جد جبت لوح نصف شفاف او مسلا ورق من الملاجئين اي حاجة بتكون نصف شفافة من منديل الورق مثلا او ورق الزبدة هابصة لقي هل هيتكون ظل هيتكون ظل ولكن مش هيبه واضح زي ما هو واضح في حالة الشفاف طب لو جبتي ورق كرتون يعني ورق سطح معتم وحطيته بين الاثنين هل هو هيكون للظل؟ لا ما تكونش الظل ليه؟ لأن ورق الكرتون ده هو تمنع مرور الضوء خلاله وبالتالي ما نفسه الضوء وبالتالي ما تكونش الظل على الورقة القيداء يبقى دلوقتي المواد ده حسب قدرتها للفازية الضوء مواد شفافة ونصف شفافة ومعتم سهلي جداً الكلام ده هوت لذلك بنغطي الشبابيك وخاصة في غرف التصوير والحاجات دي بحاجات معتمة وألواح معتمة وأوراق وسطير معتمة عشان تب السورة طبعاً احنا خدنا الكلام ده مع بعض وعرفنا ان الحاجات ده هي منها المعتم ومنها الشفاف ومنها النصف الشفاف وكلمنا بعض فيه تالت خاصية من خصائص الضوء بعد الخطوط بانه يصير في خطوط مستقيمة وبعدين ان المواد متختلف في نفيزياتها للضوء فيه انعكاس الضوء وبرضه تكلمنا فيه وقلنا ان احنا ازاي بشوف الأجسام اي جسم بشوفه ازاي ان بيسقط الاول على الجسم ده هوت ضوء فيبقى قال الوردة هيت انا عاوز اشوفها اشوفها ازاي الاول يسقط ضوء على الوردة ومن بعد كده الوردة ده هي تعكس الضوء اللي سقط عليها على عيني فمن خلالها اشوفها لو ما كانش فيه لو ما كانش فيه ضوء سقط على الوردة ده مش ممكن اشوفها لو ما انعكاس الضوء من على الوردة على العين فبرضه مش هشوفها خلاص؟ طيب يبقى معنى كده ان انعكاس الضوء هو ايه لو انت خدت كورة بلاستيكية وعرمتها في الحيطة كده ايه اللي بيحصل بسط لقاها تيجي مرتدة عليك على طول ده كأنها انعكست عليك يبقى انعكاس الضوء نفس الحكاية هو ارتداء اشاد ارتداد اشعة الضوء عندما تسقط على سطح ايه على سطح عاكس يبقى عشان ان يحصل لنعكاس للضوء ده فيه شرطين اول حاجة ان يكون فيه اشعة للضوء تاني حاجة ان بيكون فيه سطح ايه عاكس يعني يكون مصدر للضوء موجود ويكون فيه سطح ايه عاكس الحسنة من الهيسم العالم الجليل العربي هو اول من فصر رؤية الاشياء خلاص ان الاشياء بنشوفها بسبب ان اعكاس الضوء السقط ايه عليها طيب لو جانا نشوف في المراية دي اكتر حاجة بتبين لك انعكاس الضوء لو انت وقفوا قدام المراية بتبسط لاقي ان صورتك في المراية واضحة جدا وبتكون المسافة بينك وبين المرآة زي المسافة بين المرآة وبين صورتك جوا داخلها. طيب هل ممكن انا اشوف الاشياء في الظلام? خلال الكلام اللي احنا قلناه في الانعكاس الضوء هل ينفع? لا طبعا مش هينفع. ليه? لان ما فيش اصلا اشياء ضوئية سقطت على الاشياء عشان اقدر اشوفها. احنا قلنا شرط عشان اشوف الحاجة ان يجون فيه يكون مصدر للضوء وان يكون ايه? فيه سطحة عاكس للضوء. انا ما شفت ما فيش اصدر مصدر مصدر للضوء. فمدام ما فيش مصدر للضوء فبالتالي مش هينعكس وبالتالي مش هقدر اشوف ايه الحاجة. يباروية الاجسام في المرآة ليه? نتجة لانعكاس الضوء. الانعكاس ده هوت فيه وعين. فيه انعكاس منتظم وانعكاس غير منتظم. لما الاشياء الضوئية تسقط على سطحة املس ولامع. فبتنعكس متوازية. يعني هي بتسقط متوازية وتنعكس ايه? متوازية على العين. فبالتالي زي مثلا اسطح ازي ايه? زي المرآة وزي سطح الزوديات وزي في ورق ايه الفوية. اما بقى لو كانت مثلا اسطح خشنة زي مثلا ورق ايه زي ورق خشب حائط. فبتلاقها ايه? مش مش نعمة مزي مثلا سطح المرآة. فبيتسقط الاشياء متوازية ولكنها بتنعكس ايه مبعصرة. يعني كل واحدة راحة في ناحية. بتكون مختلفة. بالتالي يعني الانعكاس غير المنتظم. في الانعكاس المنتظم ده هي بنلاقي زاوية السقوط بتسوي زاوية الايه الانعكاس. اي ان الاشياء الساقطة بتكون متوازية. وبتكون الاشياء المنعكسة بتكون متوازية. يعني زاوية السقوط بتسوي زاوية الايه الانعكاس. بعد كده فيه تالت حاجة انكسار الضوء. ايه هو? هو الضوء بينكسر? اه زي ما هو بينعكس فبينكسر. ازاي? لو انا جايب دلوقتي الكوباية ده هيت وجدت حطة فيها الم. الالم ده هوتها بصة لقي عند السطح الفاصل بين الجزء اللي فيه المية وبين الحبة اللي مفهوم شو مية. بصة لقي الالم كأنه مكسور. ايه سبب انكسار الضوء ده هو? ايه سبب انكسار القلم. انكسار القلم ده هو بسبب ايه? انكسار الضوء. ازاي? الضوء لما بيسير في اه سطح شفاف او وسط شفاف وبعد كده يعني يعني يروح لسطح اللي وسط شفاف تاني زي الهواء يعني هو الضوء هو بيسير في الماء وبعد كده بيسير من الماء او بيخرج من الماء الى الهواء. في الحالة ديت بيحصل له انكسار بيغير مصاره. لزالك بنقول في الحالة ده هو ايه انكسار الضوء هو التغير في اتجاه الاشعة الضوءية عندما تجتاز السطح الفاصل بين وسطين شفافيين مختلفين. اهو ادي الاشعة الضوءية في الماء ساعة ما تطلع للهواء بتنكسر. عشان كده بنشوف الالم على انه مكسور عندما ايه يعني يعني يخرج من عندما يجتاز السطح الفاصل بين الاثنين ده. شوفوا ادي الماء دي مزلا شفاطة موجودة في الكوبية مية لو هي مليانة او كوبية فاضية ما فيهاش اي انكسار. ليه? لان هو وسط واحد. الضوء سيب بطريقة واحدة وبسرعة واحدة. اما هنا هو بيبدو مكسور لان فيها نصها مية ده وسط شفاف. ونصها هواء ده وسط شفاف تاني. لما هو يجتاز الاشعة الضوءية تجتاز الوسط الشفاف الاول الى الوسط الشفاف الثاني فبيحصل لها ايه انكسار وبالتالي بنشوفها ايه مكسورة. طيب. بادي كده ودي اخر خاصية اللي يعني خاصية تحليل الضوء. ايه ده? يعني ايه تحليله? يعني بنفصله بعيد عن بعضه. يعني ليه? هو الضوء الابيض ده مكون من اكتر من حاجة? اه. مكون اكتر من حاجة. الدوء الابيض ده هو مكون من سبع الوان بنسميهم الوان الطيف. لما بيحصل للضوء الابيض اللي احنا بنشوف ضوء الشمس ده هو. بيحصل له تحليل بنبص اللي ايه? تحول الى سبع الوان. بنشوف الكلام ده ازاي? لو انت مسلا شفتي اه لو انت عاوز على فكرة عندك سي دي لو سي دي اللي هو الديسك بتاع الكمبيوتر. لو انت عندك واحدة منهم وبدأت تبص عليها كده وتقليبيها كده في الضوء هتبص تلاقيها بتتكون لكي الوان اللي هي الوان الطيف ده هي. انت دلوقتي لو انت شايفة ورقة بيضة سقط عليها ضوء الشمس بتلاقيها بيضة اي ان ضوء الشمس ابيض. انما انت لو جبت منشور سلاسي. المنشور السلاسي ده هو عبارة عن ايه? عبارة عن منشور من الزجاج. لو انت حركتيه يمينا وشمالا هيسقط عليه الضوء الابيض. بعد ما يسقط عليه الضوء الابيض. لو حتيت انت ورقة آآ بيضة في الناحية التانية من المنشور السلاسي هتبص تلاقي تكون لك سبع الوان على الورقة البيضاء. ازاي? الدوء الابيض ده لما سقط على المنشور الثلاسي حلله. يعني معنى كده ان الدوء الابيض ده هو مكون اصلا من سبع الوان بنسموهم الوان الطيب. السبع الوان هم ايه? هم الاحمر والبرتقالي والاصفر والاخضر والازرق والنيل البنفسيك. طبع لابد ان احنا نحفظهم بالترتيب. ما مفحش حاجة ما كان حاجة. يبقى المنشور الثلاسي ده ايه فايدته? المنشور الثلاسي ده هو? ده هو عبارة عن قطع من الزجاج على هيئة منشور. بيسقط عليها الدوء الابيض. وبعد كده بيخرق من الطرف الاخر او من النحية الاخرة من المنشور. على شكل او متحلل على شكل سبع الوان اللي هم الوان ايه الطيف. طيب تحليل الدوء هو ايه? بنقول هو عملية فصل الدوء الابيض الى الوان الطيف السبعة. يعني احنا الدوء الابيض برما كان واحد بس اتفصل با ايه سبع الوان. اللي هما ايه? اللي هما احمر وبرتقال وأصفر وأخطر وأزرق وبنفسي طيب انت لو جدت تشوف ايه التطبيق العملي على تحليل للدو دهوت لو جدت تبص تلاقوا في قوس كزح بتبص في ايام الممطرة تبص تلاقي في في السماء كده ظهير لك ألوان قزح ده قوس قزح دهيت أو ألوان الطب ده على شكل قوس في السماء ايه السبب في ظهورها ان في الحالة دي السماء بتكون فيها قطرات من الماء بسبب أثار المطر فالقطرات الماء ده هي بتعمل كمنشور سلاسي يقوم يحلل الضوء اللي في السماء كأنه بيحلله إلى سبعة ألوان فعشان كده بمشوفه هو كأنه قوس كزح بمكون من سبع ألوان خلاص اللهم ألوان الطب يبقى قوس كزح هو ايه هو قوس من ألوان الطب المرئي يظهر في السماء نهارا أثناء أو عقب سقوط الأمطار نتيجة تحلل ضوء الشمس الأبيض بواسطة قطرات الماء العلقة بالجاء خلاص يبقى ده آخر حاجة طبعا فيه الدوء المرئي اللي احنا بنشوفه اللي هم السبع ألوان اللي هم الطيف المرئي اللي هم السبع ألوان بتاع الطيف ممكن ان احنا نشوفهم بس فيه طيف غير مرئي احنا بنشوفه اللي هي الأشعة اللي لا يستطيع الانسان رؤيتها الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية بس بعض الكائنات ممكن تشوفها زي من؟ زي النحلة النحلة ممكن تشوف الأشعة فوق البنفسجية للانسان ما يقدرش ان هو يستطيع ان هو ايه يشوفهم. طبعا انتو بتشوفوا اللي عبت اللي هي البلونات اللي هي بتاعة المية ديت ان انتو تجيبوا مسحو اه اه غسيل وتحطوه وترجوه وتطلع فقاعات بتلاوه الوان الطف فيها ليه? لان الفقاع ده هي بتعمل كمنشور سلاسي بيحلل الضوء الابيض الى الوان الطف اللي هي بتعمل انها سقوزة. اه ديت خصائط الضوء اللي احنا اخدناها الخمسة وارب تكون اه فهمناها واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة